خلينا نقول الاتفاق والهلال أبو لايف الهلال يعني جاي من تعثر عند إصابات اليوم تجدد الموضوع على إصابة كمان إضافة في أخبار عن بيريرا في حالة من الاستياء قاعدة أشوفها اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي على أسعار التذاكر وهنا يعني ودنا ينحط لها آلية آلية أسعار التذاكر يعني ينحط حد أعلى حد أدنى عشان ما يصبح كل واحد يسعر بكيف خصوصا للدرجة الموحدة أقول المنصة أنت عاد اللي قادر يدفع ألف المنصة ما ضرر 500 زيادة لكن أتكلم عن الدرجة الموحدة لازم يكون لها آلية لأنه الجمهور يعني وسعر معقول وأنت طالما أنك تبغى جماهرية يعني تبغى ينجح المبارات هذه ويرج الله ينجح المبارات إلا مثل زي ما قلت أنت يعني مثلا يتصير المبالغ معقولة ولكن هو يفكر بعض المرات الآن دي يزيل اتفاق وزي كده يعني هذه هي المبارات اللي أنا أبطلع فيها خلنا نقول ربح موسم كامل أو إذا جاءت هيا خالف هيا خالف هيا أحنا ما نتكلم عن الاتفاق ترك كل لندي قاعدة تسوق هذا مثال عشان لا يزعلون الاتفاقين يحسبون لا 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 تتكلم أنه قاعد يسير في كثير مع المبارات الجماهيرية أنا خليني أصير إداري في الاتفاق أنا بقول إذا جاءت مبارات هلال جاءت مبارات نصر اتحاد هي المبارات التي تتعوض لي المبارات الثانية مثلا ما فيها حضور جماهيري أقل شيء مبارات هذه هو تفكيري كده كاستثماري كتسويقي ولكن هذا من ناحية الاتفاق هل نقول من ناحية أي فريق يجي فريق نادي جماهيري له ولكن كعاطفية نحن بالأكس نحن نقول للجمهور طب أحضر أنت لو تصير مبالغ القليلة هم يعرفون نادي الاتفاق مثلا أو أي عندي خلني بخصص الاتفاق مبارات الجاية مثلا هو يعرف أنه زي حضور لمباراتها كجمهور هلال كمتذوق للكورة أحضر لو بتفعل أنها هي مثلا مبارات في موسمة بيجيني فأنا أبعد فعلها فما نوقف عندها بس إن تستغرب مثلا والله نقول مبارات مع الهلال أنا بحطها بمئتين ريال أو خلني بمئتين خمسين خلني بعضك جدلا ثم تجي مبارات نصر أولا أحطها بثلاثين ريال هنا تقول إيش معنى يعني وتجي مبارات الاتحاد والله يحطها بخمسين وش التفاوت هذا اللي قاعد يصير هل أنت ماذلا والله ما تبغي حضر جمهور الفريق الثاني هذا بما أنه لا بس يعني الموحدة ليش ما يكون لها آلية نحن ما نقول خصوصا 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 أي زي ما قلت أنت اللي وراء الباب اللي وراء المرمو ما أقل شيئنا أنا أتكلم فيها اللي وراء المرمو ممكن بس الرئيس النادي برضو يقول نفس الحكاية يعني أنا هذه من ضمن الأشياء اللي يتدخل علي مع أننا دائما نقول في الغالب يعني لا تضع يديك في جوب الجمهور عندك عندك طرق ثانية الاستثمار ولكن أنا قاعد أقول لك هذا تفكير التسويق والاستثمار عند بعضا دينا